اشتركوا في القناة بما فيها الفنان كونه مواطنا اولا قبل كل شيء ولفتت فاطمة الى ان الفنان كما المواطن هو في امس الحاجة لرعاية صحية واجتماعية له ولأسرته واضحت ذات المتحدثة في تصريح لموقع الكتروني ان برنامج الحزب الذي تنتمي اليه ليس برنامجا تجزئيا بل برنامجا شموليا يهدف للرقيب الوضع الصحي والتعليمي والاجتماعي والثقافي للمواطن المغربي مؤكدة ان الفنان هو في صلب هذه الاهتمامات واشارت خير الى ان الفنان له بعض الخصوصيات التي تميز الفن كمهنة تتسم بالهشاشة مضيفة انها ستشتغل ضمن فريق عمل من اطر ومناظر الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعين وتابعت فاطمة انها ستعمل في اطار هذه المنظمة بشكل موازي وفي تنصيق دائم مع هيكل الحزب وذلك من اجل خلق فضائل الحوار مع كل التنظيمات والهيئات بشأن القضايا المشتركة وصياغة برامج عملية يكون لها الاثر الايجابي على الفنان سواء فيما يخص الجوانب الاجتماعية وايضا الجوانب الابداعية يذكر ان فاطمة خير كان قد ترشهد الانتخابات التشريعية عن حزب الحمامة بعد استقطاب رئيسه اخنوش وجوها من المجال الفني الى صفوفه ونجحت الفنانة المغربية في دخول قبة البرلمان بموجب حصولها على 18 صوتا من اصل 63 صوتا بدائرة انفا بمدينة الدار البيضاء ما تنسوش تابنوا معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس اكثر من مجرد خبر